يملك بيض السمان القدرة على تخفيف بعض الأعراض المزعجة والتي قد ترافق أنواع مختلفة من الحساسية مثل الحساسية الموسمية أو حتى الحساسية الغذائية ذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين والذي يعمل كمضاد طبيعي للحساسية في الجسم كما يساعد بيض السمان على تنقية مجرى الدم من السموم بشكل تدريجي هذا بدوره يؤدي إلى التقليل من فرص إصابة خلايا الكبد بالتلف حيث تنخفض كمية السموم والتي قد يحتاج الكبد أن يخلص الجسم منها بالتالي تقل فرص إصابة الكبد بالأمراض كما تتحسن صحة الجسم فيمكن لبيض السمان أن يساعد الجسم على التخلص من بعض المعادن السقيلة والسموم مثل الزئبق حيث تساعد الأحماض الألمينية وغيرها من المكونات الموجودة فيه على طرد السموم من الجسم وهو ما يجعل بيض السمان يقوم بدور منقية للدم كما أنه يساعد وبشكل طبيعي في الحفاظ على توازن الكالسيوم والبوتاسيوم في جسم الإنسان هذا يعني التخلص من المتاعب والوقاية طويلة الأجل من حصى الكلا إذ يقلل البوتاسيوم من إفراز الكالسيوم البولي غير مهم والذي يؤدي غالبا إلى حصوات الكلا كما يعد بيض السمان أحد أنواع الأغذية الطبيعية الغنية بالحديد لذلك فإن تناوله بانتظام قد يساعد على الحماية من فقر الدم قبل حدوثه أو تسريع عملية التعافي منه بعد الإصابة به بالإضافة إلى أن غنى بيض السمان بالبوتاسيوم يجعله أحد أنواع الأغذية والتي تساعد على تحسين قدرة خلايا الدم الحمراء على القيام بوظائفها الطبيعية في الجسم كما يعتبر بيض السمان مصدر جيد للحديد وبيتامين A وبيتامين B 12 الأمر الذي يساعد على التخلص من فقر الدم عن طريق زيادة مستوى المجلبين في الجسم لذلك يكون من السهل هلاك فقر الدم بتناول بيض السمان بدل من العلاجات الأخرى كما يحتوي بيض السمان على مضادات الأكسدة التي تساعد على الوقاية من أمراض السرطان وهو يعتبر غزاء متكامل لمن يعانون من النحافة فهو يساعد على زيادة الوزن بالإضافة إلى احتوائه على الدهون الجيدة للجسم وعلى الكوليسترول الجيد والذي يخفض من مستوى الكوليسترول الضار في الدم كما يحتوي على مغزيات مثل فيتامين A والزنك وبيتامين B 12 والحديد تتجاوز قيمته الغذائية بكثير قيمة بيض الدجاج ويمكن بسهول استجدال بيض الدجاج في نظامنا الغذائي اليومي ببيض السمان بالإضافة إلى أن تناول بيض السمان أثناء الحمية الغذائية سوف يكون صحي أكثر من بيض الدجاج لأنه يحتوي على الكثير من الكوليسترول الجيد المفيد لصحة القلب كما يكافح مرض السكر للحفاظ على مستويات السكر في الدم والكوليسترول متوازنة يمكن لبيض السمان أن يكون مفيد لمرضى السكر كونه يحتوي على كربوهايدرات منخفضة وعلى سعرات حرارية منخفضة ولعل أفضل ممارسة لتأخر الشيخوخة هي تناول نظام غذائي مضاد لها وباعتبار بيض السمان مصدر غني بمضادات الأكسرة والأحماض الدهنية الحيوية والسيلينيوم وفيتامين A وفيتامين B وفيتامين E فهو رمصر مضاد للشيخوخة نظرا لكونه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات وكمية كبيرة من الفسفور والبوتاسيوم والحديد فإنه يدعم بذلك وظائف الدماغ بشكل أفضل كما أن له تأثير جيد على مرضى الصداع النصفي حيث يقلل من تواتر نوبات الشقيقة ترجمة نانسي قنقر